موسيقى السلام عليكم زمان كان الواحد فينا لو شاف حاجة غلط كان عادي جدا يقول انا مال يعليش دعوة كل احد هو حر يعمل لو عايزه لا عايز يعمل صح يعمل لا عايز يعمل له واحد غلط كل احد عارف مصلحته لكن مجرد ما ربنا اكرمك بالهداية وبدأت فعلا تزوق حلاوة الايمان حلاوة الطاعة حلاوة العبادة بدأت تعرف قدي ايه انت كنت محروم من هذه السعادة قدي كنت في غفلة ومش عارف انت انت ايه اللي بيفوتك من طاعة ربنا سبحانه وتعالى بدأ يتكون عندك هم هم ان تدعو الى الله هم انك انت عايز تقول للناس تصرخ في الناس عايز يحسوا قدي الاحساس اللي انت حسه عايز توصلهم قديه هما في غفلة قديه هما محرومين عايز توصلهم الحياة اللي انت زقتها فبقاش فيه خلاص عندك موضوع انمالي ده انت بقيتش مستحمل انك انت تعد سلبي ما تدعوش الى الله ما تغيرش المنكر اللي انت بتشوفه ما تنصحش حتى بطريقة لطيفة تبين للناس الصح والغلط وترشدهم الى الطريق بدل انا مالي بقى فيه قم فانزر بدل انا ماليش دعوة بحاجة بقى فيه ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعزة الحسنة ما فيش حاجة اسمها واحد يقولك انا حر ما لكش دعوة ما تدخلش في حياتي انت بتتعلم في طريقك الى الله ان حتى الكلام ده غلط لان ربنا نفسه الذي خلق الخلق سبحانه وتعالى ادى تصريح لكل واحد بيشوف حاجة غلط ان هو يتدخل لاصلحها من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبي وذلك اضعف الايمان ودى على فكرة عبادة الامر بمعروف النعم منكر من اجمل العبادات ومن اكتر العبادات تدولك على رحمة ربنا بينا كان ممكن ربنا ما يأمرناش بالموضع ده خلاص اللي يعمل غلط يعمل ويعمل صح يعمل وكل اتحسب لوحده وانت مش مسؤول عن حد تاني لكن ربنا جعلنا مسؤولين عن بعض انا هتسأل عنك لو شفتك بتعمل حاجة غلط وما قلتلكش لبالتالي ربنا جعلنا كلنا نحمل بعض على الخير اللي واقف يسند القاعد يسند الواقع لغاية ما كلنا نقوم ونسير في الطريق الى الله سبحانه وتعالى عارف لو الموضوع ده انا حر وانا مالي والكلام ده متنفذ من زمان ما كانش احنا زمانا مسلمين دلوقتي الصحابة لو كانشتغلوا بالنظام ده كانوش افنوا اعمرهم في الدعوة الى الله ولا في فتح البلاد ولا في ناشر الاسلام كان زمان نحن دلوقتي لسه في الجاهلية ولسه في الشرك لسه في عبادة الاوثان انت نفسك سبب هدايتك وسبب سيرك في الطريق الى الله واحد اتدخل في حياتك ونصحك وكلمك وتعب معاك لغاية ما انت وقفت في الطريق الى الله يبقى انت كمان محتاج تنشر النور دوت لو احنا شفنا يا جماعة واحد قرر يقف قدام القطر والقطر جاي بسرعة والناس قالوا له انت بتعمل ايه قالوا انا حر تملكوا انا حر وعمل نفس الى انا عايزوا هيعمل الناس في ايه اكيد مش هيسبوه اكيد هيدخلوا بسرعة وحيزقوه غزبا عنه يقول له انت مش فاهم انت بتعمل في نفسك ايه انت اللي بتعمله ده غلط انت بتموت نفسك اولى من دوت الشخص اللي انت شايفه بمقييسك بقى بيرمي نفسه في النار وهو في غفلة وهو مش حاسب يعمل ايه اولا انك انت تنقذ النفس تنقذ النفس ديت احساسك بالهم زي ما النبي عليه الصلاة والسلام هو بيقول ان مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعل الذباب والجنادب يقعن فيها وهو يزبهن عن النار وهو يزبهن عن النار بيوسعهم عن النار قال واني لاخذ بحجوزكم واني لاخذ بحجوزكم من النار ولكنكم تتفلتون مني يعني انا بحاول اطلعكم من النار كذلك احساسه لما زار الغلام اليهودي ودعا الى الاسلام فاسلم الغلام اليهودي فطلع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الحمد لله الذي انقذه بي من النار احساس الرحمة والرفق لما بتلتزم يا جماعة بتكون رحمة للناس بتحس احساس الآدي وما ارسلناك الا رحمة للعالمين نفسك تنشر الرحمة دي من الناس لكن معوضوع الدعوة ده بتلاقيه على قسمين قسم واحد شخص انت عايز تغيره فبتعمله خطة بقى واحد بتقابله كتير اخوك صاحبك بتاع بتعمله خطة طويلة المدى متعددة الوسال بس ده مش 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 موضوعي دلوقتي فيه بقى الموضوع التاني ان انت بتشوف حاجة غالب تحصل قدامك بس حاجة عبره هتحصل قدامك وهتعدي فبتحاول تتدخل لإصلاحها بيحصل مشكلة في الحتة دي حب نبهكم دي انا دلوقتي قلت لواحد والله اخي جزاك الله خير ربنا يبارك فيك اللي بتعمله ده غلط ولا ما تصعك في الله قال لي انت مالك او شتامني مسلا بيحصل القيتي بيحصل انك انت بعد ما كنت بتدعو الى الله بدأ الموضوع بقى شخصي شخصنت الموضوع بتكمل انكار عليه بس انت دلوقتي مش بتكمل لله تبتكمل عشان تنتقم لنفسك تقريبا بتبتيت حاول تقييم عليه الحج اكتر وتطلعه وتغلطه اكتر وعايز كمان تكفاره بس الحقيقة ان الشيطان دخل على طول في قلبك لازم يا جماعة عندما ندعو الى الله نعرف ان احنا ندعو الى الله لا الى انفسنا عمرا ما تدعوه تتحاول الامر شخصي ابدا انا بدعو الى الله عارف ان انا ودعو الى الله بعرض نفسي للازية عردي ممكن يتعرض الازاء ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ده ظل ادعو الى الله فاذا قبلت بالقبول الحمد لله قبلت بالاعتراض لا بتعصب ولا بتنرفز ولا بشخصا الامور بقى خلاص بقول تماما بلغت وما على رسول الا البلاغ المبين فعايزين يا جماعة نكون رحمة للناس ندعو الى الله فعلا باخلاص من شخصا الدعوة الى الله سبحانه وتعالى ربنا يبارك فينا وفيكم السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة